بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم الحقيقة أريد أن أحدثكم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مهم جدا 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 وهو من الأحاديث التي يجب أن نتنبه إليها يعني دائما وينبغي على المدرس على الخطيب على الإمام أن يذكر بها بين الفينة والأخرى لأن الإنسان ينسى أحيانا فبدو تذكير والله سبحانه وتعالى أمر نبيه فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذا الحديث يا أخوان يسمى في كتب الحديث بحديث الدواوين عند الإمام أحمد بن حنبل حديث الدواوين دواوين الحساب يوم الحساب يوم القيامة يا أخوانا قادم ما هيك يحد عنده شك بأنه ما سيجي يوم القيامة وهذا اليوم بعيد لما قريب نسأل الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إذا من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ألف وأربعمائة سنة وأكثر قال ربنا سبحانه اقتربت الساعة من ألف وأربعمائة سنة نزل هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر هذا اليوم والله أقرب من السواد إلى البياض كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كل هذه الدنيا والأشياء التي عبد المر علينا حلوها ومرها شقاؤها وسعادتها كل هذه القضايا ساعة ساعة كأنهم في سورة يونس كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم لذلك هذا اليوم هو عليه المعول يوم الدين كل صلاة من الذكره إيه دين لا أبلشوا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عم تذكر حالك كل يوم بكل سورة من سورة القراءة الفاتحة تذكر نفسك بهذا اليوم أنه فيه هناك يوم اسمه يوم الدين شو يعني يوم الدين يوم الحساب يوم الإدانة حينما يدينني الله عز وجل ويدينك يحاسبك على قدر عملك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه شو يعني كل إنسان كتب الله عز وجل معه ما يخرج منه من عمل شر كان أو خير ألزمه الله به مربوط في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا اقرأ كتابك للعبد تعال اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أنت حاسب حالك وشوف شو أعمالك لذلك هذا اليوم يا أخواننا ما لازم ننسى أبدا 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 أصلا نحن اجتمعنا هون مشانشو والله من أجل النجاة في ذلك اليوم محبتنا لبعضنا البعض من أجل أن يظلنا الله عز وجل في ظله في ذلك اليوم هذا اليوم الله سبحانه وتعالى بدأ يحاسب العباد شو الطريقة ونضع الموازين الموازين أنت في لك ميزان وأنا في لي ميزان الكبير له ميزان والصغير له ميزان ونضع الموازين القسط شو يعني القسط العادلة اللي بيرجحها الذر مثقال الذر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل مثقال حبة من خردل ما هو الخردل؟ حبة البركة أو السمسم إن كان مثقال المثقال هو جزء من سبعين أو وزن هذه الحبة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله أكبر هذا اليوم كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم كل يوم يذكره كل ليلة يذكره هيك على الملأ قال سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه القارئ الصحابي القارئ قال كان إذا ذهب ثلثا الليل ثلثا الليل يعني دخل الثلث الأخير يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه ويناديه يعني هلأ مثلا إمتى الثلث الأخير يدخل يعني واحدة ونصف تنتين ماشي واحدة ونصف تنتين يدخل الثلث الأخير صوروا ولا واحدة ونصف تنتين في هذه الليل والمدينة كلها بيوت تنتقارب على بعض وينادي صلى الله عليه وسلم على صوتي أيها الناس واذكروا الله منين اخترعوا التذكير الذي قبل الفجر من هذا الحديث هذا وأمثاله كانوا من زمان يفزوا قبل الفجر تسمع كل هذه المساجد يذكروا بالله سبحانه وتعالى يذكر الله بتوحيده هلأ الحكاية الله يغفرنا وتوب علينا دائتين ويقول لك أخي من شأن الله وطننا نكمل نومتنا أيها الناس أذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة الراجفة النفخة الأولى والراجفة النفخة الثانية الأولى للإماتة والصعق والثانية للبعث والنشر بيطلعوا كل الناس أول وحدة بيموت كلهم كل الخلائق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وبين الصعقتين أربعون الله أعلم شو أربعين ينادي فيها الحق يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لله الواحد القهار تجي النفخة الثانية التي هي الرادفة فيحيى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا أمر حق بدأ يصير بدنا نصعق وبدنا نسمع الصعقة الثانية ثم نخرج يا أخي صرنا طراب شنو بدأ يصير ينزل عليك مطر من السماء فتنبت من عجب الذنب اطع صغيرة بنهاية العمود الفقري لا تتجاوز حجم العدسة هذه لا تفنى أبدا ومنها يركب الخلق لنزل عليك مطر الحياة فتنبت من هذه القطعة وتصبح بشرا سويا وتبعث على ما مت عليه وبتمطلق بقى إلى أرض المحشى هذا اللي أقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه الله أكبر كل يوم كل يوم فقال له أن سيدنا أبي مرتان يا رسول الله إني أكثر الدعاء والصلاة يعني الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء فكم أجعل لك من الصلاة من الدعاء هل أجعل الربع قال ذلك خير وإن زدت فهو خير أجعل لك النصف قال ذلك خير وإن زدت فهو خير أجعل لك كل دعائي صلاة عليك قال إذن تكفى همك أو همك همك ويغفر ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك هذول الثمرتين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر بهذا اليوم في كل يوم في كل ليلة ونحن لازم ما ننسى ما ننسى أبدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة ولد عمره ثلاثة عثلاثين أربعة عثلاثين بشيب في ذلك اليوم يجعل الولدان شيبة لذلك يا أخوان في هذا اليوم الذي سماه الله عز وجل بأكثر من تسعين اسما في القرآن أكثر من تسعين اسم اسم يوم القيامة ليش حتى يلفت انتباهنا ربنا سبحانه وتعالى لعظيم شأن هذا اليوم الطامة والصاخة والحاقة أسماء أكثر من تسعين اسم يوم التغابن يوم القيامة الساعة الحشر النشر طيب قال في هذا اليوم الله عز وجل يحاسب الناس بدواوين ثلاثة هناك ثلاث دواوين ثلاث صحف الديوان هو الصحيفة فقال عليه الصلاة والسلام الدواوين عند الله يوم القيامة قديش ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا ما يغفر من أهل هذا الديوان أبدا شو هو هذا الديوان ديوان الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأغلب أهل الأرض هم مشركون أغلب أهل الأرض هم مشركون يعبدون مع الله إلها آخر هذا يعني هل الآن عنا سبع مليارات راحوا تقريبا ستة نسأل الله أن يهديهم قبل فوات الأوان ديوان الشرك الديوان الثاني هذا لا يغفر الله منه شيئا وديوان آخر قال ديوان لا يعبأ الله به شيئا شو يعني لا يعبأ لا يجعل له ثقلا العبء من الثقال ما له القيمة شو هو هذا الديوان قال وهو ديوان ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله يعني تقصير بصلاة مثلا بصلاة تقصير بيوم صام أفطار قصر بينه وبين الله بالذكر قصر بشيء من الواجبات هذا أمره إلى الله والله عز وجل في كثير من الآيات والأحاديث يتنازل عن حقه ديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله وخصوصا إذا إذا تاب وأناب واستغفر مهما عمل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ليل انهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم استغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه قل يا عبادي الذين أسرفوا شو الإسراف وتجاوز الحد في الطغيان والظلم فيما بينك وبين الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بعدين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب بعدين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ما بدنا أكرم من هذا الرب العظيم الجليل الحليم الغفور هذا الإله الذي يحب عباده ويتجاوز عنهم حقوق الله التي بينك وبينه مبنية على الصفح والمسامحة ممكن يسامحك بكل شيء هذا عائد لمشيئته سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي مجرد ما استغفرت ودعوت ورجوت تذل العباب الله السنين التي قضيتها كلها في معصيته ومخالفة أمره غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني مستغفرا لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي هذا الذي لا يعبأ به شيئا سبحانه وتعالى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا حجم الأرض أد الأرض الكرة الأرضية مليار كيلو متر مكعر لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي هذا بالنسبة للذنوب التي بينك وبينه سبحانه والديوان الثالث قال وهو ديوان لا يترك الله منه شيئا مهما كان صغير ما بينترك منه شيء ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يستقصى كل شيء في هذا الدوان وهو ظلم العباد بعضهم بعضا وقالت أنا بظلمك وسيء لا إلك لما بأذيك لما أنت بتأذيني لما بتتجاوز وبتتعدى حقوقي وتظلمني الله عز وجل يكون بعونك ويكون بعوني وهو لا يترك الله عز وجل منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فالقصاص بينهم لا محالة يا لطيف ما فيه بينك وبين الله تصطفي أمرك عائد لإله فعلت الكبائر العظام شربت الخمرة فعلت ما فعلت الله بينك وبينه الله بلحظة واحدة إلا خلاص غفرت لك ما كان منك ولا أبالي دير بالك من حقوق المخلوقين الخلق حينما تظلم أحد هذا الظلم الذي عناه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات انتلت لفوق بعضها يوم القيامة دير بالك وهذا الظلم الذي قال ربنا عنه إني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا تظالموا يعني لا يظلموا بعضكم بعضا ظلم العباد يا أخواننا هذا الظلم الله عز وجل ذكره في القرآن مئتين وتسعة وثمانين آية آيات الظلم مئتين وتسعة وثمانين آية من ستة ألاف آية مئتين وتسعة وثمانين حذر ربنا سبحانه وتعالى من الظلم ظلم الخلق وأكثر من سبعمائة حديث في كتب الصحاحة التسعة والسنان حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم والإيذاء وتعدي الحقوق وهذا اللي ذكروا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إن دماءكم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إذن يا شباب المهم والخطر والطامة الكبرى حينما يظلم الإنسان أحد خلق الله سواء كان هذا الظلم لأبين أو أمين أو ابنين شو الظلم تعريف الظلم بدقة هو عدم أداء الحقوق الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حق أنت ما أديته له تجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل في علاقتك مع الناس سواء كان هذا في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض الله عز وجل قال في الدماء وهذا خطير جدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا قتل مسلم يقول لا إله إلا الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أي واحدة لا يفوت على جهنم هذا مين يقول الله سبحانه وتعالى لا يوجد مغفرة بالموضوع لا يوجد هناك يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما عد في طلعه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خمس عقوبات كل واحدة أخطر من الثاني هذا أمر يعني في موضوع القتل والله سبحانه وتعالى يبرئ ساحتنا إن شاء الله من هذا الأمر هناك أمر يدخل في موضوع القتل من أعانى على قتل مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جزء من كريمه لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ليس فقط الكلام الأخطر منه من اغتبط عديث النبي عليه الصلاة والسلام من اغتبط يعني فرحة من الغبطة والفرح والسرور من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا لا فرض ولا سنة لا يرد لك عمالك ولا بس مجرد فرحة أخي خرجه والله ليمه مستاهل والله فرحت له فرحت له فرته بقتله هذا بالنسبة للدماء يا أخواننا هذا الظلم والظلم في الأموال هذا تنتبه في له صور كثيرة الظلم في الأموال قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ بيمينه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يا أما حلف يمين أن هذا المال له هو مؤلو وهذا الحق له هو مؤلو أو أنه أخذ هذا الحق بقوته لأن اليمين تشير إلى القوة من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة هذا في صحيح البخاري ومسلم يا أخواننا فقال أحد الأصحاب ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني أحيانا الواحد يأخذ حق مؤلو يكون شيئا يسير ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك مسواك سوك فيه إسنانك إذا أخذته بغير بغير حق بظلم الله يكون بعونك الله عز وجل أوجب له النار وحرم عليه الجنة حتى يرد هذا الحق إلى إلى أهله حديث الثاني ذكرته اليوم في خطبة الجمعة سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة يعني يدولي العشر الأوائل اللي حوالينا النبي عليه الصلاة والسلام يروي هذا الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا يا رطيف من ظلم شبرا من الأرض يعني شو شبرا من الأرض كم يعني خمسة وعشرين سانطين كانت أرضه هون آم العلامي بين أرضه وبين أرجاره الدمى خمسة وعشرين سانطين يعني مسافة يسيرة جدا طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أراضين إما أن الله يغيره إلى سبع أراضين وإما أن يحمل من خمسة وعشرين سانطين إلى سبع أراضين وبيحمل على على عنقه كالطوق جايب يا ويهين إلى أرض المحشر حاملها سرأة لأنه سيدنا سعيد ننتبه يا أخوانا والله الأمر كثير ما هو سهل يعني في ناس في ناس يا أخوانا أموره ما فيما بينه وبين الله من العبادة كثير ميسرة صلاته محافظ عليها وصيامه وفي له كم صدقك بيصدق فيه أحيانا وبيجي على الجامع وأحيانا بيصلي بالجماعة وبيحضر مجلس علم ولكن في موضوع في موضوع التعاملات المالية لا يجعل للشرع قيمة ما بحله أخي شو ساوينا شغلة بسيطة ما بنحك بأمرها شبرا من الأرض طوقه الله إلى سبع أراضين سعيد بن زيد راوي الحديث قال اعتدت عليه أو اشتكت عليه امرأة في المدينة اسمها أروه بنت أويس اشتكت على سيدنا سعيد لأمير المدينة مروان بن الحكام بأنه قد أخذ جزءا من أرضها جمع مروان بن الحكام بينها وبينه في قاعة المحكمة قال هي تشتكي عليك شو بقى حجتك شو بدافع عن حالك قال لا أقول لك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا راوي الحديث قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إلى سبع أراضين فأنا بعد أن سمعت هذا من رسول الله يعني أجروا أن أخذ شيئا من أرضها وهو أحد العشر المبشرين قالوا بأن هذه المرأة أرادت أن يعني فيها شيء من النفاق أرادت أن تسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروان بن الحكام القاضي والحاكم وأن ذاك قال والله لا أسألك على بعد ذلك بينة أبدا خلص أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مستحين أنت من العشر المبشرين لا يمكن من الذين بشروا بالجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم قال سيد سعيد قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما مضت مدة حتى عميت هذه المرأة التي هي اسمها أروى وسقطت بينما كانت تمشي في أرضها سقطت في حفرة عميقة فكانت قبرها مع مين أنت يا ابتل عبي مع مين مع رجل من المبشرين إنسان من العشرة المبشرين هذول من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أهل المدينة يقولون إذا شافوا والله واحد مثلا يعني أساء يقولون اللهم أعمه يعني مثل عمى أروى التي دعا عليها سيدنا سيدنا سعيد بن زيد فما بيسير يا أخواننا أن يتعدى الإنسان على حقوق الآخرين المادية لازم تسأل عن الكبير والصغير تسأل دائما هاي الشغلة بحقلي أنا أخذها هاي الشغلة بجوز أنا يعني مدئيدي عليها هذا المال حلال لما حرام في ناس ما عاد سألت يا أخواننا خصوصا في ظل هذه الأزمة والشدة التي وقعت على الناس أخي خلاص أخي الله بدبرنا اليوم طعميني واليوم مرئني وبكرة غرئني حلال حرام هات بس بدي أأكل طعمي أولادي ما بيسير الله لن يميتك جوعا الله بدأ يكرمك بس إذا تركت تركت الحلال لله سبحانه وتعالى فالظلم منك الظلم المادي حينما يقع على الناس وهناك ظلم في اللسان وإساءة وأذى باللسان مثلاً الغيبة الله يغفرنا أن تذكر عيوب أخيك في غيبته هذه مصيبة الموضوع وهذا بلحقيقة لا يكاد يخلو منها مجلس إذا واحد قعد هنا وزوجته تلاقي قر 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 فلان سوا أنا حقيت حقاً عيوب الناس تذكر سأخي تقول لك أخي ما يصير هذا أخي أنا أنا أحب أخي شيء من عندي هي هكذا مساوية وهو هكذا عمل فعلاً هو هكذا عامل نعم ولكن لا يجوز تحكي لا يجوز لك أن تذكر هذه العيوب في غيبته روح بدك تحكي له وحكي له بشه لا تتكلم عنه في غيبته هاي الغيبة يا أخواننا السيدة صفية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بخير وهي زوجته أمام عائشة عائشة غارت من ذكر صفية أمامها ويبدو أن صفية كانت عليها شيء من الحسن فغارت فقالت يا رسول الله حسبك من صفية يعني أبتحكو أبتذكر محاسنها حسبك من صفية أنها قصيرة صعيح هي يعني بس ولكن أصيرة هي فعلا أصيرة بس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال يا عائشة لو قلت لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته أنتنته ملأته إنتانا بحر بحر الدنيا كله بأنتين هذه الكلمة أنتنت هذا البحر وشو ذكرت كلمة واحدة قصيرة وهي شو فعلها فعلا قصيرة بس ذكرت عيبا لها في غيبتها كم قصيرة عم نقول باليوم وطويلة هذول كلهم يوم القيامة بدأ يوقفنا الله سبحانه وتعالى وبدأ يسألنا عنهم وحدة وحدة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الكلمة اللي بدك تحكيها أنت مسؤول عنها لا تقول والله يا كلمة حكيناها الكلام ما عليه حساب سيدنا معاذ لما قال أوصين يا رسول الله قال أمسك عليك هذا بشد النبي عليه الصلاة والسلام لسانه هذا دير بالك منه من لسانك قال وإنا مؤخذون بما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في نار وجهنم على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنته شوري بفوتك على جهنم ويخليك تسلوت هو حصائد اللسان حصائد اللسان إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا مرة النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجلين من بني إسرائيل أين أخوين واحد كان ملتزم مستقيم محافظ على دينه الثاني كان بايعها في عنده شيء من المخالفات الشرعية فكان كلما مر عليه أخوه لهذا المخالف يقول له أقصر يا رجل توبي لله حاشتك لسه كل مرة يأتي لعندك بلاقيك آعين على معصية توبي لله كلما يمره من الدام وينصحه ويشد عليه بالنصيحة فمر من المرات قال له هذا العاصي قال ذرني وربي تركني يا أخي أنا مع الله بيني وبين الله الله يصطفل فيني يعني يفعل بما يشاء أو أرسلت علي رقيبة لما شاهده أنه أنا عبد أنصحك وأنت عبد تحكي هكذا الكلام قال والله إذن لا يغفر الله لك أو قال والله إذن لا يدخلك الله الجنة كلمة حكا قال إذن الله لا يغفر لك هو دم عاصي يعني وعبد أنصحه وما عبد أنتصح قال فماتا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاجتمعا عند الله فقال الله عز وجل للذي حلف وقال والله لن يغفر الله لك قال أين المتألي على الله وين هو هذا اللي عم بيحلف علي أنا وثم قال أكنت بي عالما تعرفني أنا يعني تعرف أنا أنه أنا الله لا يغفر له أكنت بي عالما وعلى ما في يدي قادرا سيحى لك إله مع الله أما إني قد غفرت له وأحبط عملاك يا لطيف شو يعني أحبط عملاك فسيق هذا إلى الجنة وهذا إلى النار فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة أوبقت حياته أو قبقت عمله راح كل عمل وين صار مصيره جهنة فالواحد بده يا أخواننا الكلمة اللي بيحكيها مسؤول عنها ما بصير تحكي أي كلمة ما بصير تحكي كلمة لا يرضى الله عز وجل عنها لذلك يا أخواننا الغيبة من أخطر الأمور التي يقع فيها الإنسان بالظلم للناس بخلال الرسانة بجوزة لو ما يقتل حدا ولا يسرق يتعدى على مال أحد ولا بغش ومستقيم من ناحية المالية بس لسانه مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت ليلة عرج بي إلى السماء بأناس لهم أظفار من نحاس الظفير طويلة بس شو نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم ليش يخمش حاله وينزل منه الدم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس في الدنيا ويقعون في أعراضهم عم يتكلم عنه عن عيوبه بدنا ننتبه أحيانا تمر عليك في كل يوم غيبة وثنتين وثلاثة وأربعة بدك تحاول تضبط لسانك قال أوصيني يا رسول الله عقباء بن عامر قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك هذول ثلاث ثلاث أشياء نصحوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكثر الفتن قال أمسك عليك لسانك ماذا يعني أمسكه دكتورك ما شكوك بإيدك لا يعني أغلق عليه اسجنه مثل ما قال سيدنا عبد الله ابن عبا ابن مسعود ما رأيت شيئا أحق بسجن من اللسان لماذا الله جعل لك فكين وضغطة الفك أطباء الأسنان يقولوا أن ضغطة الفك تعدل سبعين كيلوغرام وزن جعل لك فكين ما بينفتحوا بها السهولة وجعل لك شفتين لشان ما تنطق بكلمة إلا والله راضين عنها شوفوا لما حدثونا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائن قالوا كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم أبدا لا إلا فيما يرجو ثوابه الله أكبر والله أكبر الشيء الذي يطمع بثوابه يتكلم فيه والله هاي لحالة إذا من طبقها والله نصير من أولياء الله الصالحين إذا بسها الشغلة لا نتكلم إلا فيما نطمع في الأجر من خلاله إذن يا أخواننا الغيبة القذف اتهام بالباطل هو بريء منه القذف اللعن ليس المؤمن باللعان ولا الطعام ولا الفاحش ولا البذيء لسانك بدك تضبطه ما تتكلم فيه إلا بما يرضي الله السبو سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر إذن يا أخواننا هذه الدواوين الدوام الذي يتعلق بحقوق ومظالم الناس هذا لا يترك الله منه شيئا أبدا والله سيحاسبك هو على الصغير والكبير وكل شيء طب هلأ بيقول واحد طب ليش ما حسبنا وقت الحساب العام لا في حساب تاني بنهاية الصراط كما قال عنه صلى الله عليه وسلم شو اسمه عدب يعرف شو اسمه بعد ما نحن نخلص من الميزان وتطاير الصحف ننطقي على الصراط بآخر الصراط قال في شيء اسمه القنطرة شو هي القنطرة القنطرة هي الشيء المقوص اللي يكون فوق نهر أو شيء قنطرة يعني كانوا من زمان يستعملوا هذا القنطرة يجتمعوا فيه الخلائق أنه خلائق اللي فيه بناتهم مظالم أنا اغتبتك وقعت فيه عرضك شتمتك سبيتك ضربتك أخذت شيء من مالك تعديت على حروماتك الله غفر لك فيه شيء اسمه مغفرة الله غفر لك لأنك أنت جاوزت الآية لكن هناك حق للآخرين الله لا يتخلى عنه أبدا يقول لك تعا إذا سامحك وهذا مستحيل مستحيل لك يسامحك لأنه يريده حسنة حسنة لحتى الله ينجيه من النار أو يرفع له مقامه في الجنة حسنة وربع حسنة يقول لك أخي لا لا أريد أن أخذ حقي كاملا يعني أنت أسأت بكلمة لإنسان أو بفعل أو أخذت من ماله يجمعك الله بينك ومين تفضل انكشفت السرائر هذا فلان حق عليه كذا 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 وما تحب تأخذ منه أخذ منك مئة ألف بالدنيا وما رجعوا هناك بحثين لا يوجد مئة ألف لا يوجد مئة ألف لا يوجد دهب ولا يوجد دينار ولا يوجد دولار ولا يوجد لا يوجد غير الحسنات والسيئات ما هو المطلوب قد يريدك من حسناته تفضل والله أريد أن يوجد مئة ألف حسنا الله لا يوفق مئة ألف حسنا إن شاء الغيبة يريدك تعطيه يريدك تعطيه وإذا لم يكن معك حسنات يأخذ من سيئاته وتلقى عليك والله يا أخوان أي شيء تفعله فيه تعدي على الحرومات الشخصية بينك وبين الناس الله سبحانه وتعالى لن يترك منه شيء القصاص بينهم لا محالة إذا في قصاص ما بين الشات مع الشات خاروف مع خاروف خاروف نطح خاروف الله عز وجل يخلق لهذا الخاروف اللي مالعه قرون يخلق له قرون ثم يقوم بنطحه كما في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ويقتص للشات الجلحاء اللي مالعه قرون من الشات القرناء يا الله إذا كان على مستوى الخرفان الله يبدو يعدل بيناتهم ماهذا إذا واحد نطح الثاني من هالبني آدمين نطح ماكني طعنه تكلم عنه في عرضه لا سمح الله طعنه في عرضه في أهله يعني والله البارحة الله سبحانه وتعالى أول تنبارح أختي كريمة تصلت لأن الله يجوزي فلان يعني فزيت به الليل الليل قد يتحدث مع واحد عرفت إيها أيها والله متزوجة طب يا أخي هذا هذا ماهذا بدك تلقى الله سبحانه وتعالى هل بجوز الله يغفر لك بكرة هذا الحق الحق اللي بينك وبينه لكن حينما يجمعك مع زوجها بالقنطرة ما بدك ترضيه أنت أسأت إلى عفضي أسأت إليه بدك ترضيه بده يأخذ من حسناتك بجوزي حملك كل سيئاته بدك تتصافه أنت وياه حتى لو فتت أنت وياه على الجنة ما بتفوت إلا لحتى تتصافه لأنه الجنة لا يدخلها إلا الطيبون الله قال ونزعنا ما في صدورها من غل شلو بده ينتزع هذا الغل بالتصافي على هالقنطرة هذه آخر المراحل قبل دخول الجنة والنار في قنطرة انتبه الاعتداء والظلم والأذية للناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم أنت مسلم ومؤمن ما هيك ينبغي أن يسلم منك المسلمون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإذا كنت مؤمن كمان بده يؤمنك المؤمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإذا لم تكن هيك تلقى يوم القيامة الحساب العسير الشديد رد بنرجع من أول دواوين الحساب ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ديوان الشرك خلاص اسمه مشرك ما فيه عليه حساب هذا مشرك خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مبسيق ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله حذرنا بآيات كثيرة عن الشرك فلما بده يبقى على شركه يصطفي ندعو لهم بالهداية وأن يعودوا إلى دائرة التوحيد والإيمان بس التاني ديوان ما بينك وبين الله من المظالم الله يغفرها وقد يسامع بها وقد يحاسب ولكن هو بشرنا بالمغفرة إذا نحن تبنا وأنبنا إلى الله أما الديوان الأخطر ظلم العباد بعضهم بعضا دير بالك وقد يكون هذا الظلم من أقرب الناس لإلك وأنت قد يكون ظلمك إلى أقرب الناس لإلك قد تظلم أحد والديك لا تؤديه حقه قد تظلم أخوك أو أخاك أو أختك أو جارك أو زوجك تبه انتبه لأنه إذا ما فيه هناك يعني عدل بمعنى الأداء للحقوق بكل ما تعني الكلمة من معنى فهناك في حساب وفيه هناك مساءلة وهناك وقوف عند الشيء اسمها القنطرة شو اسمها؟ القنطرة وردت في الحديث يجتمع فيها الناس ويتقاصون فيما بينهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رد بإلك في ناس عم يجعل الجامعة وعم يستسهلوا أداء العبادات والصيام والذكر وتلاوة القرآن ولكن في علاقاتهم مع الناس بدون يديروا بالهم بدون يديروا بالهم ما يكون فيه هناك أذية والاعتداء والظلم وصف